أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتنى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت والإسماعيل ربنا تقبل مننا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم